تحرك رقبي ملحوظ شهدته أروقة مجلس الأمة بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة برنامج عمل الحكومة إلى جانب آلية تعيين الوزراء حل تحت المجهر الرقبي بحزمة من الأسئلة النيابية تقدمت بعدة أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء منها بما يخص برنامج عمل الحكومة والجدول الزمني لهذا البرنامج وأيضا سؤال عن المعايير والأسس اللي بناء عليها يتم اختيار الوزراء تقدمت بهذه الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء المعنيين واللي جدية الحكومة رح تقاس على أساس الإجابات على هذه الأسئلة ومدى شفافيتها واللي بناء عليه إن شاء الله رح تقدم بمقترحات لقوانين من شأنها رفع الإرادات وخفض المصروفات الأسئلة البرلمانية شملت العديد من القضايا وحلت وزارة الصحة في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الموجه إليها أبرزها عن فيروس كورونا هناك أيضا أسئلة وجهت إلى وزير الصحة بخصوص التعاقدات المباشرة خلال فترة أزمة كورونا إلى هذا التاريخ بالإضافة إلى معرفة الإجراءات التي عملت بخصوص التعاقدات المباشرة هذا نوع من أنواع حماية المال العام بالإضافة إلى نوع من أنواع الشفافية السياسية ونعتقد أن الإجابة ملزمة لهؤلاء الوزراء وزارة المالية حلت ثانيا من حيث عدد الأسئلة الموجهة إليها وكان أبرزها عن أسباب عدم صرف مكافآة العاملين في الصفوف الأمامية وتكلفة مواجهة كورونا وبلغات الصندوق الماليزية أسباب تلف أعمال رصف الشوارع كان محور سؤال وزارة الأشغال فيما كانت خطط إنشاء وإصلاح المنشآت المدرسية في منطقة الصباحية محور سؤال وزارة التربية وزارة الداخلية والدفاع والخارجية كان لهما نصيب أكضا من الأسئلة البرلمانية تحرك وسعي برلماني ينبئ بدور إنعقاد أول متوازن تشريعيا ورقابيا